لطالما يعيش العراق في حالة كسر لأمواج النهوض بالأعمار والاقتصاد والصناعة فإن ميناء الفو كاسر الأمواج عاشر ميناء على مستوى العالم في أهميته الكبرى رابط العراق بالكوكب يفتح الطريق اليوم أمام كسر أمواج الصعاب المشروع الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء بصريح العبارة وضوحا يتيح لغة المؤكدة نحو الإنجاز وتحقيق فرص وظيفية للجيل العراقي على خريطة الأعوام المقبلة هذا الميناء تم المتاجر به منذ سبب وطعس سنة لحد هذه اللحظة لم يحدث أي شيء وهناك دول مجاور العراق تعمل على تأسيس بنا تحتية لبناء موانئ قد تهدد الوضع العراقي المطلب الشعبي كموجين ضخم بدأ يشتاح منصات التواصل الاجتماعي بأن يكون مخطط مشروع ميناء الفاو بعمق 19 مترا تحقيقا لخدمة البصرة وكل العراق إلى حين تحقيق ذلك يرى النشطاء اليوم أن ضرورة حتمية تلزم أصحاب القرار بتنفيذ ما يخدم ميناء الفاو الاستراتيجي بعد حديث تداوله البعض من محاولات استغلال الميناء بعيدا عن مصلحة البلاد لكن القاسم المشترك بين مطالب شعبية وتصريحات حكومية تنهي الجدل في إضاحة مباشر في الصميم بعد زيارة لوزير النقل ناصر الشلبي إلى الميناء مخاطبا للعراقيين بأن الميناء لكم جميعا نحن نضغط على الشركة الكورية أنه تحاول أن تنفذنا المشروع بأسرع وقت وأيضا تنفذ المشروع بكل تفاصيلة التي خططها المستشار السلطات الحكومية نفت جملة وتفصيل ما يقال من شائعات حول المشروع تتعلق جلها بتنفيذ مواصفات ضعيفة ومساحات قليلة أمر قد يختلف عليه اثنان أو أكثر فيما يتفق الجمع على معادلة واحدة هي أن الفاوى عراقي والميناء بمياه عراقية وجباه عراقية يتعطش الشارع اليوم لرفض نتاج يغير واقع الحال ويبحر في سفينة الإنجاز على مياه لا تعكر صفوها حيتان الاستغلال والفساد